تواصل القوات الروسية تقدمها في الأراضي الأوكرانية وهو ما يحفز الغربة على الاستمرار في تقديم الدعم العسكري بلا توقف إلى كييف لكن يبدو أن هذا التصعيد وصل إلى مستوى جديد دفع الدول الغربية إلى حد مد أوكرانيا بأسلحة قادرة على ضرب الداخل الروسي مع حضر بايدن استهداف موسكو وذلك في محاولة لقلب موازين المعركة وبناء على إلحاحات الرئيس زيلنسكي في كل محفل دولي كان يطل منه تصعيد جديد لم تتورع موسكو معه من التحذير بأنه يهدد بصراع أوسع نطاقا لا تحمد عقبه روسيا مضت في رفع حدة لهجتها التهديدية إلى الإعلان عن مواصلة تعزيز ترسانتها من الأسلحة النووية والحديث عن إمكانية إجراء تغييرات على عقيدتها النووية في إطار ضمان الردع الاستراتيجي والحفاظ على توازن القوى في العالم وفق تعبير زعيم الكريمان نخطط لمواصلة تطوير الثلوث النووي كضامن للردع الاستراتيجي والحفاظ على توازن القوى في العالم بالطبع سنقوم بتعزيز الإمكانات وزيادة القدرة القتالية لجميع فروع قواتنا المسلحة سنضع بين يدي مقاتلين فخر الصناعة القتالية وأحدث الأنظمة وسنواصل العمل على نماذج متقدمة من الأسلحة معنا من واشنطن مساعد وزير دفاع الأمريكي السابق لورانس كورب مرحبا بك معنا سيد لورانس ما الذي يعنيه تغيير روسيا لعقيدتها النووية؟ ما يعنيه هذا أن الرئيس بوتين قلق من أنه يمكن أن يخسر الحرب مع الغزو الذي أحدثه في أوكرانيا بالنظر إلى الاجتماع الأخير الذي حدث في سويسرا حيث كانت هناك تسعون دولة وكان هناك الأمين العام للنيتو ستولتنبرغ يتحدث عن حقيقة أن النيتو سيزيد قدراته النووية إذن هو يحاول أن يظهر هنا بأنه لن يخسر هذه الحرب وربما هذا يعني بأنه سيستعمل السلاح النووي لا أعتقد أنه سيفعل ذلك ولكن أظن بأنه يريد أن يتراجع النيتو عن دعم أوكرانيا نعم طيب هنا السؤال هل يعني الحقيقة العقيدة النووية الروسية جرى تعديلها أيضا قبل نحو أربعة أعوام بحيث تسمح لروسيا باستخدام النووي للردع بمعنى المبادرة بضربة نووية استباقية من دون التعرض لهجوم لو أدركت أن هناك خطر في الهجوم عليها هل في هذه الحالة النيتو دول النيتو ستكون حذرة أكثر مع روسيا لا أعتقد بأنه مثلا تذكروا التسعون دولة التي حذرت وبريطانيا وفرنسا طبعا لديهم قدرات نووية أعتقد أن الولايات المتحدة دائما ستراقب عن كثب هذه القضية وأيضا توضح للروس بأنهم لو جنوا واستعملوا سلاحا نووي فإنهم سيدفعون ثمنا باهظا أنا قلق بشأن أن المعهد ستارت الجديد التي علق بوتين مشاركته فيها في فبراير من العام الماضي ستنتهي في 2025 ثم لن يكون هناك اتفاق نووي يمكن أن يكون هناك سباق تسلح نووي وهذا سيزيد من إمكانية استعمال السلاح النووي من دون أن يفكر صناع القرار في العواقب نعم الحديث عن تغيير العقيدة النووية الروسية سيد لورنس في ختام جولة قام بها الرئيس بوتين إلى كوريا الشمالية ولقائه الزعيم الكوري الشمالي ومن بعدها إلى فيتنام هل تعتقد أنه ربما في سبيل أو بهدف الردع أو إحياء حلف نووي مع هذه الدول؟ أعتقد أنه مع كوريا الشمالية نعم هو يحاول هذا ونعم كوريا الشمالية قوة نووية ولقاء الدعم الذي قدمته كوريا الشمالية إلى روسيا خلال الحرب والمعدات التي قدموها لروسيا فالرئيس بوتين وافق على تعزيز القدرات النووية لكوريا الشمالية وهذا خطير جدا لأنه سيكون هناك قوة نووية أخرى ونظام سياسي غير مستقر وهناك كوريا الجنوبية التي تقول إنها ربما ستدعم أوكرانيا هناك خطر بكل تأكيد وعلى العالم أن يعود إلى تخفيض الترسانة النووية التي حدثت خاصة بعد نهاية الحرب الباردة وأنا قلق بأن معاهدة ستار كما قلت تنتهي في أقل من عام وعلينا أن نعود إليها وإلا فستكون كارثة نعم طيب ولكن تعلم منذ بداية حرب أوكرانيا وكنا نسمع تصريحات في كل مرة تلوح باستخدام روسيا للنووي ونرى أن حل القضية الأوكرانية ما يزال يراوح مكانه هل تعتقد أن ربما هذه الجهود أو هذه التهديدات يمكن أن تتحول إلى حقيقة وتستخدم بالفعل روسيا السلاح النووي لحسم حرب أوكرانيا؟ لا أعتقد أنهم سيستعملون السلاح النووي ما يحاولون فعله هو منع مثلا الأسلحة التي نحن وحلفاؤنا نعطيها لأوكرانيا للاستهداف داخل روسيا طبعا الولايات المتحدة حذرة بشأن هذا ودول أخرى ربما بعض الدول أخرى ليست كذلك وبوتين قال لو تم دفعي أكثر فسأستعمل سلاح النووي لا أظن أنه سيستعملها ولكن طبعا هو يريد فقط أن يردع نيتو ويحاول أن ينهي هذه الحرب هو أوضح بأنه لن يتخلى عن العشرين بالمئة التي احتلها في أوكرانيا وأوكرانيا لن تقبل بأي شيء من هذا القبيل وما لم تكن هناك تسوية من نوع ما فهذه الحرب ستستمر ولهذا زار فزيارته لكوريا الشمالية مهمة لأن كوريا الشمالية تقدمه الله الكثير من المعدات حتى يكمل هذه الحرب نعم طيب ولكن سريعا هل برأيك سيؤدي هذا إلى مراجعة نيتو لخطة تمويله لأوكرانيا أو تقديم السلاح لأوكرانيا لا لا أعتقد هذا الولايات المتحدة أوضحت بأنه لو كان بوتين مجنونا فالتداعيات ستكون مدمرة لروسيا أشكركم شكرا جزيلا لورانس كورب مساعد وزير الدفاع الأمريكي السابق كنت معنا مباشرة من واشنطن العاصمة شكرا على انضمامك إلينا اشتركوا في القناة